السلام عليكم وعني زنوب يوم بغداد أرحبكم بقناتي زنوب يوميات شانال وحبيت اليوم أسوي لكم ريفيو مقارنة بين واقع الشمس كبر مارك وواقع الشمس إزيس فتابقوا إياي الريفيو حتى تتعرفون عليهم اليوم حبيت أسوي ريفيو مقارنة بين اثنين واقيات الشمس أول واحد من كبر مارك والثاني من إزيس فإذا حبيت أن تجربين واحد بهم تابعي هذا الفيديو حتى تعرفين أي واحد رح يكون أفضل من الثاني بالنسبة لبشرتج أنا نزلت سابقاً فيديو عن وقاية الشمس وحجيت بأنواق الشمس وكل ما يخص واقع الشمس فرح أترك الفيديو بالآكارت حتى تشوفونه إذا كنت مشتركة جديدة بالقناة أو تشوفين القناة لأول مرة فالفيديو هذا جداً مفيد وبيه معلومات مفصلة أكثر اليوم إحنا رح نسوي ريفيو عن هذه واقيات الشمس ورح نحتي نقول شون الفرق بيناتهم وأي واحد رح يكون أحسن من الثاني وليش فخليني نبدأ سريعاً حتى لا يكون الفيديو طويل أنا هذا واقي الشمس كفر مارك طلبت مني أنه أنا أسوي ريفيو عنه فجبته وجربته صار فترة تقريباً ثلاثة شهر واليوم رح أحشي عن تجربتي وياه وهذا واقي الشمس إزيس أنا دائماً كنت أستعمل واقي الشمس إزيس لأنه الأطباء كنت أراجع أطباء جلدية ودائماً كانوا الأطباء ينصحوني بإزيس حتى بالصيدلية كانوا ينصحون بإزيس إزيس هو واقي الشمس اللي دائماً كنت مستمرة عليها ما غيرته خلي بالبداية أقرالكم مكتوب على العلب وبعدين رح نحتي عن الفرق بيناتهم عندي هنا إزيس أنا ما عرف إذا نبين لأنه الكتابة ناعمة هنا كاتبين UV block اللي وقاية درجة الSBF50 وكاتبين invisible fluid يعني يكون هذا اللي ما بيلون لأنه أكو منه نوع آخر بيلون هذا كاتبين طبعاً هو خالي من الباربن خالي من الروائح أو العطور طبعاً هو فرنسي ويناسب البشرة الحساسة كاتبين عليه أنه يناسب البشرة الحساسة وهو مصنوع فرنسا وكمية أربعين ملي فإذن هذه كل المعلومات المكتوبة على واقع الشمس إزيس وعندي هنا من covermark covermark كاتبين عليه ray block ودرجة الSBF50 كاتبين عليه 2-in-1 sun screen وafter sun care وكاتبين هنا يحمي من أشعة الشمس UVA والUVB والIR مختبر طبياً وwaterproof وهنا نكاتبين عليه أنه مصنوع إيطالي أنه إيطالي نعم وأنه الكمية مالتها 50 ملي فإذن هذه المعلومات اللي مكتوبة على العلب هسه نحشي لأي نوع بشرة تناسب هذه واقيات الشمس بالنسبة للإزيس هذا يناسب البشرة الجافة والعادية والمختلطة ممكن الدهنية لأنه أنا بشرتي بصيب دهنية وكنت أستعملهم ولاحظت أي ضرر منه يعني ما طلع لي حبوب ما سبب لي أي شي بالبشرة فأنا يعني إذا كانت في الشرتيج دهنية ممكن تستعملين أنا في صراحة ما أعرف إذا أكو منه للبشرة الدهنية هو أكو ساند إلى بصيدلية رح أترك عنوان الصيدلية بصندوق الوصف فالساند هذا ممكن تروحين تشوفين إذا موجود منه للبشرة الدهنية أو لا بس أنا دائماً أخذ هذا فما أعرف إذا كان منه للبشرة الدهنية هذا بالنسبة إلى كبر مارك اللي أتذكره إنه هو أكو منه للبشرة الجافة وأكو منه هذا البشرة العادية هذا الموجود عندي بس ما أتذكر إذا كان منه للبشرة الدهنية بصراحة ما متأكدة أنا أخذت للبشرة العادية فاليوم رح أحشي لكم عن الفرق بيناتهم وتجربتي مع كبر مارك طبعاً هما بالبداية اثنيناتهم يناسبون البشرة الحساسة اثنيناتهم يناسبون جميع أنواع البشرة على اعتبار إنه هذا للبشرة العادية وهذا مثل ما قلنا ما يأثر على البشرة الدهنية فاثنيناتهم يناسبون جميع أنواع البشرة رح أراويكم الخامة ما لاته من جوة وبعدين رح نحشي عن تجربتي وياهم عندي هذا من إزيس هذا من إزيس هو تقريباً خلص طبعاً وعندي هنا من كبر مارك هذا تلاحظون إزيس هنا شي قريب من اللوشن يعني هو خام تقريباً من اللوشن وهذا شوية خام تقريباً إنه هو يكون كريمي كريمي أثقل من إزيس هذا إزيس وهذا كبر مارك فهذا والفرق بين خامة واقع الشمس أريد أوضح الشغلة قبل لا أبدأ أحكي تجربتي مع كبر مارك إنه بشرتنا إحنا كل الناس يعني بالصيف تكتسب لفحة من الشمس فيصير بها لون أسمر أو أسمرار خفيف من الشمس من يجي الشتاء نبدأ نتخلص من هذا اللون وتصير البشرة أفتح لأن الشمس رح تكون خفيفة فهذي الوضع الطبيعي لكل الناس أنا استخدمت هذا كبر مارك تقريبا صار لي ثلاث أو أربعة أشهر بها الحدود لاحظت أنه بشرتي بقى بيها لفحة الشمس موجودة ما راحت فعرفت رأسا السبب هو من كبر مارك ليش؟ لأنه كبر مارك هذا سانسكرين مو سانبلوك طيب رح تقولون شون الفرق بين السانسكرين والسانبلوك السانبلوك هو يحمي من أشعة الشمس تماما يحمي البشرة من أشعة الشمس تماما بحيث أنه لفحة الشمس إذا صار بيها لفحة الشمس فرح تكون في شيء بسيط من يبدي الشتاء يجي راح تتلاشى بسرعة أما السانسكرين هو للناس اللي يحبون أنه بشرتهم تكتسب لون من الشمس يسمونها تان أو لون برونزي يعني مثلاً وحدة بنية بيضة وتحب أنه بشرتها تكون برونزية فتستعمل سانسكرين ما تستعمل سانبلوك وبالحالة السانسكرين راح يحبي بشرتها بس بنفس الوقت راح تكتسب لون من الشمس فهذا سانسكرين مو سانبلوك هذا سانبلوك وهذا سانسكرين فهذا هو السبب أنه بشرتي بقت بيها لفحة الشمس ومراحت وأريد أوضح شغلة بالنسبة إلى الكتابة المكتوبة على العلب واقيات الشمس أنه إذا دخلت محل تبدين تقرين شن المكتوب على واقي الشمس يعني هنانا كاتبين هما راي بلوك من تنزلين جوا راح تقرين سانسكرين فإذا هذا بالحقيقة هو سانسكرين مو سانبلوك بينما هناك كاتبين عليه يوفي بلوك فإذا هذا سانبلوك ما كاتبين عليه سانسكرين طبعاً هي بالمناسبة هي إزيس ماركة إزيس بيها سانسكرين يعني ممكن تتوفر بيها واقيات الشمس سانسكرين لكن أنا من أروح أختار دائماً أكون حريصة أنه أقرأ البلوك سانبلوك مو سانسكرين هذا الكفر مارك هو سانسكرين مثل ما قلنا بس هو الشي الحلو بي أنه بيه وقاية من الـ UVA والـ UVB والـ IR وهاي كلها هي مسميات لأشعة الشمس لكن تختلف الأطوال والعمق الأشعة التي تدخل داخل البشرة الـ UVA هي أخطر وحدة بهم لأنها توت إلى أعماق البشرة وتسبب ضرر بالتكسر الكولاجين والشيخوخة وكل هذه الأمور إذا كانت بشرتش حساسة اثنين هم مناسبين للبشرة الحساسة إذا كانت بشرتش جافة أو عادية أو مختلطة اثنين هم مناسبين إذا كانت بشرتش دهنية مثل ما قلنا يا أما تتلقين من نفس الماركة بشرة دهنية أو تستخدميهم ماكوأي مشكلة أما إذا أنه أنت تحبين تكتسبين يعني مثلاً بشرتش بيضة وتحبين لون من الشمس استعملي كفر مارك اما اذا تحبين تحاضين على لون بشرتش وما تكتسب اسمرار من الشمس استعملي سان بلوك ممكن من اسس او ممكن اي سان بلوك اخر بس انا انصحكم باسس لانه هذا مثل ما قلت الاطباء هما نصحوني بي فاحنا هسه عرفنا الفرق بين السان سكرين والسان بلوك وقلنا اذا بشرتش بيضة ممكن ممكن تستعملين السان بلوك وممكن تستعملين سان سكرين يعني انتي حسب الرغبة اما اذا كانت بشرتش يعني حنطية وتحبين انه انتي تفتحين لون بشرتش دائما كوني حريصة انه انتي تجيبين سان بلوك مو سان سكرين هذا كل ما يخص الواقيات الشمس اتمنى انه الريفيو المقارنة اليوم عجبتكم اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الاشعارات اذا اعجبون الفيديو اعملوا لايك وتابعوني على مواقع التواصل الظهر على الشاشة تحياتي لكم وشكرا